طيب نشوف بعد كده ما هي اشهر ادوية ام ايه هي اشهر الديدان المعوية. طب ممكن الديدان المعوية تبقى عند الناس والاطفال وكزا. اه في ديدان صغيرة بيسموها الانكلستوما وساعات ديدان صغيرة كده عند الاطفال. وساعات عند الكبار. ديدان صغيرة موجودة مع البراز. في ديدان اكبر اسمها صعبان البطن. صعبان البطن اسموه اسكارس. ممكن الاسكارس دايبقى تلاتين اربعين خمسين سنتيو ممكن يلفوا على بعض يعملوا كتلة كتلة. كتلة تسد الامعة. وايه كمان? كان زمان عندنا بقى ديدان البلهارسيا. ديدان الكابدية. والفاشيولة. وكان عندنا زمان ديدان بتنتقل عبر الجسم بقى مسلا تيجي في العين. تيجي في في الرئة. كان في بقى ديدان مش بتاعتنا خالص. هي ديدان كلب زي الكاينو كوكس. وتخش تروح عاملة في الكبد خراج. هي دي مش بتاعتنا خالص. بس جات في مكان مش بتاعته عمل الخراج. تصور دي? يعني ممكن الخراج اللي في الكبد داي بقى خراج قميبي يبقى خراج اه كيناكوكس يبقى خراج اه مثلا اه دهنة يعني فيه كذا خراج لكن زي ما بيقولك اه نشوف اه ديدان اخبار اي ايه الاول. فكان فيه عندنا ديدان الكابيدية وديدان البلهارسيا وكان فيه عندنا ديدان المعوية وكان في ديدان رئاوية كان فيه ديدان بتمشي تاحل. ديدان اخطر من كدا بقى بتسد الاوعية ها? وبتعمل اه او بيسموها مرض الفيل. مرض الفيل ده عبارة عن ايه? انسي ده الاوعية الدموية وسعب بتسده بعض او بعض الديدان. سد الاوعية اللي مفوية. تروح الرجل قد كده. فدي موجودة ولازم تخلي بالك منها انها ممكن تنتقل من بلد لبلد. طيب ايه تاني? عندنا كمان الامراض المعدية التي تشفى تلقائية انا بيسموها سيلف ليميتد. يعني ايه سيلف ليميتد يا دكتور? يعني المرض ادي له بس شوية منعة طبيعية شوية راحة شوية سوائل فواكه معلقة عسل كل ساعتين تلاتة والمرض ده بيخفر واحد. زي ايه 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 الامراض السيلف ليميتد? نزلت البرد. شوية انفلوانزا كوحة برد راشة. ده سيلف ليميتد. عندنا المومس اللي هو اه التهاب الغدد اللعبية او باللوكيم او الغدد النكافية ده بقى سيلف ليميتد. عندنا الروبيلة اللي هي بيسموها الحصبة الالمانية. سيلف ليميتد. عندنا حاجة اسمها الهيربس سيمبل. الهيربس ده والعبارة عن ايه? الفقاقيع اللي بتطلع في البقء. هيربس وساعات يعمل شينجل وساعات يعمل حزام ناري. مفروض ان هو سيلف ليميتد. خلي بالك. يبقى عندنا امراض سيلف ليميتد ايوة عندنا المراض بتوشفى ذاتيا. طب ايه شروط تشفى? يعني الحصبة مسلا. كان زمان يقول لك فيه مرض زي الجوديري. الشيكن بوكس مسلا. خلاص? او السمول بوكس. السمول بوكس او الجوديري كان مشهور ايو عند الاطفال يلاقي فقاقيع كده في الجلد وبعدين تفتح تجيب شوية مية ولا شوية سائل ملتهب وتعمل. الجوديري ده بيقعد اسبوعين ثلاثة ويخف. الحصبة جسمه كله محمر كده وعينيه حمره وتسيبه كده شوية اسبوعين ثلاثة. شوية عسل كل ساعتين. شوية صلطة خفيفة حاجات بسيطة. آآ آآ ده الليكله جلده كده بايه بمغلق رونفل بيخف الواحد. يعني فيه امراض سيلف ليميتد. الشيء الغريب ان احنا ساعات بيبقى بعض الامراض الفيروسية سيلف ليميتد زي مسلا ساعات يلهي بالغودة الانفاوية وساعات يلهي بالخصية. ودي كارسة كبيرة لما يجي لك طفل عنده ست سنوات. وعنده التهاب في خصية. طبعا ده مالوش دعوه بالجنس ولا البتاع. ولا دعوه عنده كانسر آآ تستيس. لكن بعد نشيل الخصية ونعمل مش عارف ايه واشعه كمانا. ده عائل عن ست سنين. وقرات الدم البيضة بتاعته مزبوطة. وسرعة ترسيب مزبوطة. وصحيته حلوة. طبعا عنده التهاب في الخصية لازم يكون كانسر ولا ممكن يكون حاجات تانية. لكن احنا بنجيب من الاخر برضه عشان نخرب بيت ام العينين واللي جابوهم. ها? ونضيع الدنيا. والام والاب يعياته بقى وكده. فعندنا امراض بيسموها سيلف ليميتد او الامراض اللي هي تشفى تلقائيا. سهلة? زي الامراض الفيروسية. طيب. عندنا كمان امراض معدية تشفى زي فيروس الهيربس الجديري اللي هو يعمل الفقاقية عند الاطفال. بيروس الحسبة الالمانية الروبيلا. الحسبة العادية الميسلز. عندنا كمان بيروس الغدد اللي عبية المومس. وعندنا كمان اهو ما كتبنا والروبيلا والميسلز والمومس والحاجات دي وبيروس الغدد المفاولة. طيب. ايه تاني عندنا امراض معدية? فيه امراض اسمها امراض الحمى الدموية. يعني ايه حمى دموية? يعني هو بيبقى سخر وينزف دم. ايه الامراض الحمى الدموية? زي مسلا عندك الحمى الصفرة. بسموها اليلو فيفر. وفيه حمى الدنج. بسموها حمى الدنج ده الدنج فيفر. ودي طبعا فيروسات كلها. فيه فيروس الايبولا. وده برضو يعمل احمرار في العين والجسم ويشرشر دمه. فيه اللاسا فيروس. وفيه الحاجة اسمها اه اه او الفيروس رقم تسعتاشر. وده برضو ممكن يكون المرض الخامس. وده ممكن يعمل لنا حمى دموية. الحمى الدموية ديا فيروسات بتنقلها حشرات فران تراب تلوز موجودة في العالم وسعب بتنتشر بصورة وباء. برضو دي ممكن تنتشر عن طريق الصفرة. ايه تاني عندنا? عندنا امراض منتقلة بالجنس. يعني ايه? سيلان زهري سيلان ده عبارة عن ايه? آآ شخص كده راجل او ستة عامل نزل افرازات 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 ان شاء الله لتر في اليوم يعني نجيب صفيحة كل يوم. ده سيلان. وفي آآ ساموه جونورية. وفي زهري السيفلس ده بيعمل بقى عاملة زي الزهرة كده. والسفرة دي في وفي 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 وممكن يعني يوصل للابناء. الزهري ده برضو ومرض بينتقل عن طريق الجنس. معناه ايه كده يا دكتور? معناه انه التقاء الجنسين لو واحد فيه مصاب بيبوز التاني يعني. في حاجة اسمها الكيلاميديا. والكيلاميديا دي آآ بتعمل شوية التهابات وافرازات وساعات بتنتقل الى العين وتعمل مشاكل. المرض الايدز طبعا عارفينه ده فيروس خطير جدا وشارس بيدرب فيه كرات الدم البيضاء فيقتل. الترايكو مورس قلنا عليه ان هو بيبقى وبيصيب آآ الرحم وبينزل افرازات ريحتها واحدة. تقول لي يا دكتور لو واحد او واحدة عنده مرض من ده. ومتجوز. هل هو يتعالج لوحده ولا لازم يتعالج الشريك الاخر? لازم يتعالج الشريك الاخر. يعني لو راجل عنده سائلان متجوز يبقى لازم يتعالجه هو زكت. لو راجل عنده زهري ومتجوز يبقى يتعالجه هو زكت. لو راجل عنده كلاميديا هو زوجته لازم يتعالجه الاثنين. ونفس الكلام في الايدز لو متجوز لازم يتعالج. ونفس الكلام في التاريكموراس واحدة عندها افرازات ريحتة وحشة. طيب زي ما تقول ايه? الديدان. هقولك على قنبلة. لو واحد في الاسرة طفل في الاسرة عنده ددان. لازم الاسرة كلها تتعالج. زي لو واحد عنده دارا في البيت. لازم البيت كله الطعم ضد الدارة. خلي بالك من الكلام ده. كلام ده غالي قوي. لو واحد في الاسرة عنده ددان. كل الاسرة لازم يتعالج. حتى لو ما عندهاش. لو واحد من الزوجين عنده مرض من دول لازم الاثنين يتعالجه. حتى لو ما عندهاش. خلاص? لان ممكن يكون واحد ناقل للمرض ومش باين عليه. اخبر مقربة. شكرا للمشاهدين في الاحية. شكرا للمشاهدين. شكرا للمشاهدين. شكرا للمشاهدين. ترجمة نانسي قنقر